جميل نظافر البكري من محافظة النماص واللي حينقل لنا الأجواء والتفاصيل السياحية الجميلة من هناك يسعد مساك يظافر الصوت الصورة لك تفضل سعد مساكم جميعا عبدالعزيز نوها حياكم الله من النماص وتحديدا من ممشى الضباب ممشى الضباب من إحدى المواقع السياحية في محافظة النماص وهو يقع في منطقة متميزة وإطلالة جميلة على سهل التهامي وإيضا يرتفع عن سطح مستوى البحر 2400 متر درجة الحرارة حين ينوها تقريبا 25 درجة مئوية اسمحوا لي أن أستضيف الأستاذ علي الطويل ليحدثنا عن هذا المنتزه وما شهده من نقله خلال السنوات الماضية في البناء التحتية حياك الله أستاذ علي وأهلا وسهلا حياك الله تفضل معي بساكم الله بالخير الأخضافر والأخوان في الأستديو والمشاهدين الكرام حياكم الله في النماص حاصمة الضباب حقيقة أن ممشى الضباب مر بعدة مراحل ومن أهم هذه المراحل أنه كان عبارة عن ممشى بسيط الفكرة منها خدمة أهالي المحافظة ولكن الكثافة السكانية للزوار تم مضاعفة المساحة وضيف له ممشى للدرجات بالإضافة لذلك أنه تم الاستفادة منه للأسر المنتجة وتفعيلها لهذا الغرض يعني اللي هو خدمة الأهالي والأسر المنتجة أضف إلى ذلك أنها رابط بين عدة أماكن سياحية مهمة جدا سواء من الجنوب أو من الشمال تخدم محافظة النماص وتخدم الزاير والسايح بشكل عام النماص براند سياحي لهذا العام يختلف تماما عن أي براند ثاني النماص صار ليس محطة عبور النماص هو مكان استقرار للمصيف للمحافظات المجاورة حتى أنهم المنافسة لهذه المحافظة صارت أهاليها وسكانها وزوارها النماص تبقى هي المرحلة الأهمة فيها طيب كيف ترى الحركة السياحية خلال هذه الأيام؟ الحقيقة مع الرؤية 2030 والتوجه السياحي وسمو أمير المنطقة الذي كان ملمي بتفاصيل السياحة وأهميتها وبالإضافة إلى إدارات حكومية بالأس المحافظة ورئيس البلدية عملوا مجهود جبار جدا للجذب السياحي السياحة لو أنك تمر في الفترة البسائية أو الفترة التي غير يعني زي ما تقول وقت الراحة لو وجدت آلاف موجودين في هذا المكان لا تستطيع أن تعبر وهذا يدل على أنه إقبال كبير جدا على هذا الجانب شكرا أستاذ علي أعطيك العافية وما قصرت وموفقين طبعا نهى عبد العزيز تعرفون النماص تتميز بأماكنها السياحية الكثيرة وأيضا مواقعها الجميلة طبعا أجواءنا الأيام هذه أجواء غيم وشهدت النماص خلال الأيام الماضية كثافة من الزوار والسواح أدعوك يا عبد العزيز ونهى تزورون النماص وتستكشفونها وتستمتعون بأجواءها الصوت والصورة لكم طيب ضافر يعني أنا لو بروح النماص الحين وين المسار هذا بالضبط يعني اللي بروح له ما أحددتنا اللوكيشن وكم درجة الحرارة هذا المسار يا عبد العزيز هذا المسار يقع هذا المسار يقع في وسط محافظة النماص وتحديدا في الجهة الغربية من المحافظة وهو من المنتزهات الرئيسية اللي دايما الناس تشهد قبال كثير عليه أيضا هناك منتزهات تانية زي جبر ناصر مرير منتزه الأمير سلطان والكثير من المنتزهات أيضا بالإضافة إلى المتاحف التراثية وكذلك المواقع السياحية الأخرى طبعا درجة الحرارة عبد العزيز اليوم تقريبا الآن الآن تقريبا 25 درجة مئوية فيها يعني غيوم وأيضا هبات ريح ونسمات عليلة شكرا لك زمين ضافر البكري محافظة النماص